بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين طالبات ثاني ثنوي اليوم شارح نكمل درس تصنيف تدرج خواص العناصر عفوا تدرج خواص العناصر أخذنا نصف قطر الضرة اليوم شارح ناخذ نصف قطر الآيون وطاقة التأيون والكهروسالبية بداية نصف قطر الآيون ما هي الآيونات من حيث الشحنة؟ لاحظي معي هذه الصورة رح نلاحظ أنه فيه آيونات موجبة وهناك أيضاً آيونات سالبة آيونات موجبة صوديوم، بوتاسيوم والكاسيوم آيونات سالبة وهي الأكسوجين، الكلور، الفلور الآيونات سالبة، أيضاً كربون، آيونات موجبة وآيونات سالبة الآيون السالب يسمى بالأنيون، المسمى الثاني للآيون السالب أنيون سبب تسميته بهذا الاسم أو لماذا هو آيون سالب؟ لأنه اكتسب إلكترون، إذن الآيونات أو الضرات عندما تكتسب إلكترون تسمى آيونات سالبة أو نقول أنيونات أما الآيونات الموجبة، هي آيونات أو موجبة سميت ذلك سبب فقد الذرة للإلكترون، إذن الفقد موجب والاكتساب سالب الآيون السالب يسمى بالأنيون، والآيون الموجب يسمى بالكاتيون نحضي معي التوزيع الإلكترون للصوديوم 1s2, 2s2, 2b6, 3s1، آخر مستوى عندي اللي هو 3s موجود في واحد يصل هذا الذرة لتصل حادث استقرار، الأسهل لها أن تفقد هذا الواحد والسبب لأنه يصعب عليها أن تكتسب سبع إلكترونات في الأسهل لأنها تفقد هذا الإلكترون وتستقر عند الثمانية اللي موجودة في المستوى الأخير عندها 6 و 2 ثمانية ذرة الصودي ملجأة ديها إلكترون في مجال خارجي تفقد إلكترون لتصل حادث استقرار في المجال الآخر وتصبح بالكاتيونات ويزيد تأثير الشحنة الموجبة على الإلكترونات المتبقية السبب إحنا عارفين أن أي ذرة توجد فيها بروتونات وإلكترونات الإلكترونات الثالبة والبروتونات موجبة وأعدادهم متساوية لما تفقد إلكترون سالب ماذا يحدث؟ رح يصبح البروتونات أكثر من البروتونات رح تصبح أكثر من الإلكترون لذلك تتغل الشحنة الموجبة عليه ويصبح كاتيونات أيوان صغير جداً ويصغر حجمها لأنه فقد مجال خير ومستوى خير لذلك يصغر حجمها نحضي معي هذه الصورة بالنسبة لذرة صوديوم وآيون صوديوم نلاحظ أن ذرة الصوديوم نصف القطرها كبير لكن في الآيون صغر نصف القطر والسبب لأنها فقد إلكترون لذلك صغر حجمها توزيع الإلكتروني لذرة الصوديوم نحن معي التوزيع الإلكتروني وثم فقدت الإلكتروني بمجال خارجي أصبح توزيعها 1S2-2S2-2B6 فهي مرتقرة عند 2S و2B الإلكترونات الخارجية 6 و2 8 أيوان أكبر قطر الصوديوم أو أيوان الصوديوم نلاحظ أن قطر الصوديوم أكبر من الأيوان أما هذه الملسبة لأيوانات الموجبة اللي هي الكاتيوانات الأيوانات السالبة نلاحظ مثال عندنا اللي هو الكلار 1S2-2S2-2B6 3S2-3B5 آخر مستوى هو 3S و 3B الأسس اللي هو مستويات الإلكترونات تصل إلى التكافأ 5 و 2 7 فهو كم يحتاج الكلور ليستقر يحتاج إلى إلكترون واحد لذلك سوف يكتسب رح يضاف لها إلكترون من مجال الخارج أضيف أصبحت التسعة السحابة الإلكترونية صار حجم الأيوان السالب أكبر ما تعليقك على الصورة بين ذرة الصوديو وعفا ذرة الكلور وآيون الكلور الراحض أن الآيون الكلور أصبح أكبر من ذرة الكلور والسبب لأنها اكتسبت نحض معي الآيونات السالبة أصبح الآيونات أكثر استقراناً وزادت السحابة الإلكترونية اتساعاً لذلك الآيون السالب نصف قطره أكبر من الآيون الموجب الذرة في الصوديوم رح تكون نا وفي الآيون نا موجب الكلور الذرة رح تكون سي أل والآيون رح يكون سي أل ثالب لاحظة بين عنصر الآيون والذرة في عنصر الكاسيوم والفلور لاحظة معي الكاسيوم فقد اثنين فصغر حجمها أما الفلور فهو F رح يكتسب إلكترون فيزداد حجمها هذا بالنسبة لنصف قطر الأيون نأتي الآن إلى ما يسمى بطاقة التأيون ما هي طاقة التأيون؟ طاقة التأيون هي الطاقة اللازمة لإنتزاع إلكترون من ذرة العنصر في الحالة الغذية هناك طاقات التأيون منخفضة وطاقات التأيون مرتفعة طاقات التأيون منخفضة يسهل لإنتزاع الإلكترون نلاحظ معي اتجاه طاقة التأيون خلال المجموعة الثانية نحن لاحظوا طاقة التأيون كانت أعلى في الهليوم وأقل في الرادون نحظ معي البريليوم والبارون بالنسبة لطاقة التأيون للحظة أن عندما تزداد طاقة الجذب بين نواء والشحنة السالة بإلكترون تزداد طاقة نزع الإلكترون من هذه الغذية بحالة الغذية بذلك تزداد طاقة التأيون إذا زادت الشحنة رح يكون أكثر استقرارا في يصعب الانتزاع فإذا تحتاج طاقة أكبر لانتزاع الإلكترون علاقة نصف القطر بطاقة التأيون طاقة التأيون نصف القطر عندما يكون نصف القطر في طاقة عفوا تكون طاقة التأيون نصف القطر عالية علا لي طاقة التأيون ونصف القطر نقول تكون طاقة التأيون عالية إذا كان نصف القطر عالي أو نصف القطر كبير لكن إذا كان نصف القطر صغير رح تكون طاقة التأيون عالية رح نتاج إلى طاقة أكبر لندع هذا الإلكترون لأنه بيكون قريب من نواء فإحتاج طاقة أعلى لكن إذا كان بعيد تكون طاقة منخفضة نجد الخاصية الثالثة من الخواص اللي هي الكهروس العليبية هل يوجد شيء يشابه هذا النشاط بين العناصر لحظة إنه قوة جذب عالية جداً من كل الطرفين الصورتين كل فريق يطمح إلى الوصول للموجود بالوسط للأشخاص موجودين بالوسط الكهروس العليبية عالية هناك أيضاً كهروس العليبية منخفضة الكهروس العليبية عالية بإمكانها أن تجذب الإلكترونات لها أما الكهروس العليبية منخفضة يكون من الصعب جذب الإلكترون لها تزداد الكهروس العليبية من اليسار اليمين أقل عناصر الكهروس العليبية هو الفلور عفواً فرانسيوم وأعلاها الكهروس العليبية هو الفلور ومعنى الكهروس العليبية هي مدى قابلية ذرات العناصر لجذب الإلكترونات في الرابطة الكيميائية يعني لها قدرة لجذب هذه الإلكترونات إلى الجهة التي موجودة فيها هذا العنصر نعلاهم الفلور وأقلهم كهروس العليبية الفرانسيوم بالنسبة للحجم لاحظنا أن حجم الذرة يزداد من أعلى إلى أسفل ويتناقص من اليسار اليمين طاقة التأيون تزداد من اليسار اليمين في الدورة وتقل من أعلى إلى أسفل أما في الكهروس العليبية فهي تكون كبيرة من اليسار اليمين وتزداد من أو تتناقص من أعلى إلى أسفل يعني تزداد من أسفل إلى أعلى في الكهروس العليبية نتعرف لين على ما يعرف بقاعدة الثمانية قاعدة الثمانية هي قاعدة أنها يصل الإلكترونات الخارجية إلى ثمان إلكترونات هو أن الذرة تكتسب الإلكترونات أو تخسرها أو تكتسبها أو تشارك بها لتحصل على ثمانية إلكترونات تكافئ في مستوى طاقة الخارج الأخير تصل على ثمان إلكترونات تكافئ وهذا يسبب له حالة استقرار أكثر لذلك تسمى بقاعدة الثمانية هنا تطبيق بسيط كم يحتاج الفسفور الإلكتروني وصول القاعدة الثمانية لاحظة معي الفسفور آخر مستوى عندي ثلاثة واثنين نلاحظ أنها ثلاثة واثنين خمسة كم تحتاج تحتاج إلى ثلاثة إلكترونات لتصل حالة استقرار وكذا خلصنا درس تدرج خواص العناصر في الفصل الثاني من فصول الكيميا وصلى الله وضارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين